اشتركوا في القناة الى نهائيات كأس العالم بمقدونيا عام 2019 للمرة الخامسة في تاريخه واكد سموه ان المنتخب الوطني للناشئين حقق انجازا مهما بضمان التواجد في هذا المحفل العالمي الكبير واعرب سموه عن تقديره عاليا للجهود التي بذلها اللاعبون في مباريات البطولة واسرارهم على تقديم افضل المستويات للوصول الى نهائيات كأس العالم معربا عن امله في ان يوفق المنتخب في التأهل الى النهائي هذا واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة السيد علي اسحاقي في تهيئة الاجواء المثالية امام المنتخب للظهور بهذا المستوى المتميز